اكدت سعادة سيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة على العلاقات الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين وكوريا الجنوبية وما وصلت اليه من تطور ونماء في مختلف المجالات لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي نعم جاء ذلك خلال زيارة سعادتها الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية حيث اجتمعت الوزيرة مع سعادة السيد باراك يونج يمين نائب وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والشؤون العالمية بجمهورية كوريا الجنوبية تم خلال اللقاء مناقشة أبرز الإنجازات والخطط في سبيل تحقيق التنمية المستدامة إلى جانب أبرز التحديات في هذا الشأن كما تم خلال الاجتماع بحث دور القطاع الخاص في دفع أجندة التنمية المستدامة لكونه محركا رئيسا لعملية التنمية اشتركوا في القناة